السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم تحدث وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل خطيرة حول محاولة تغطية على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حيث أصدرت محكمة عسكرية مصرية أمس الأربعاء أحكامها في القضية وأيدت محكمة الجناية العسكرية السجن مدى الحياة 25 سنة في حق ثان وثلاثون متهما ودينوا بتهمة تكوين خلايا إرهابية من بين جرائمها محاولة اغتيار الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف وفي نسبة لمحاوة اغتيار السيسي وولي العهد السعودية السابق محمد بن نايف كانت التحقيقات قد أفادت بأن المتهمين حاولوا اغتيار رئيس السيسي في مكة المكرمة بوضع كميات كبيرة من مواد متفجرة في أحد الفناتق حيث كان قائد الخلية يرسد السيسي واعترف بتجنيد عدد من المتهمين الآخرين وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها في الطابق الرابع 30 من الفندق ظن منهم أن السيسي سيقيم فيه ووفق للتحقيقات فقد اعترف متهم بأن زوجته عرضت اقتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه باقي الخلية باستهداف السيسي أما محاولة اغتيال الثانية للسيسي فكانت داخل البلاد وتورط فيها ستة ضباط بينهم أربع ضباط أمن مركزي يشتبه بتورط في قضية مذبحة حلوان التي راح ضحيتها ضابط من قسم شرطة حلوان وستة أمانا من قسم ذاته كما كشفت التحقيقات محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن مشير إلى أن شخصين خططا للسهداف الرئيس السيسي والأمير نايف وأن هناك سيدة ستفجر نفسها بفضل عدم تفتيش السيدات وجاءت واقعة محاولة اغتيال عن طريق خليض ضابط الشرطة المفصولين من بين الضباط الملتحين وقام بها ستة ضباط وطبيب أسنان وقائد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي واعترف عناصر الخلية الإرهابية التي تعتنق الأفكار التكفيرية بالسعي للاتحاق بتنظيم ولاية سينا في حين التحق أحد أعضائها بالعمل في قطاع الأمن المركزي عام 2007 وتلقى دورات تكوينية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية وبحسب التحقيقات فإن ستة وستون متهما ممن تم القبض عليهم أدلوا باعترافات تفصيلي حول التنظيم الذي وقف خلف محاولة اغتيال عبد فتاح السيسي ومنها الهيكل التنظيمي لما يسمي بولاية سيناء ومصادر التمويل وعدد أسماب على القيادات الهيكلية محاولة اغتيال فاشلة الثانية والتي أعلنت في حينها تم الكشف عنها قبيل ساعات من المشاركة التي كانت متوقعة للرئيس السيسي في القائمة العربية بالعاصمة الموريسانية نواكشوت قبيل منتصف هذا العام حيث خرجت وسائل الإعلان المصرية لتؤكد أن جهزة الاستخبارات المصرية نصحت السيسي بعدم حضور القمة لأنه هناك مخططاً لاغتياله وأكدت الصحف المصرية في هذا الوقت أن الجماعة المتطرفة بالتنسيق مع جهات معادية لمصر ولثورة الثلاثين من يونو 2013 أعدت مخططاً لاغتيال رئيس السيسي خلال مشاركته في القمة العربية حيث تضمن المخطط تكليف عناصر شديدة الاحتراب في عملية الاغتيال للقيام بهذه المهمة بالتنسيق مع جهات معادية لدولة مصر لتسهيل دخول أسلحة قناصة متطورة وتوفير الدعم اللوجيستي لتنفيذ عملية الاغتيال هذه التحذيرات والمعلومات هي التي دفعت الرئيس السيسي للاعتذار عن مشاركة في القمة العربية في نواكشوت مما شكل سابق في تاريخ القمة العربية إذ جرت لعادة أن يحضر رئيس الدولة التي ترأس الجامعة العربية أعمال قمة ليتسلم رئاس الجامعة العربية للدولة مصطدفة للقمة وقد أكدت السلطات الموريتانية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 إحالة عشرة أشخاص تم اعتقالهم في وقت عيقال القمة العربية إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيق معهم بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف قادة عرب مشاركين في القمة ترجمة نانسي قنقر